بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في اليوم الثاني والعشرين من شهر مايو آيار من عام 1947 1947 أرست باخرة أسترالية يطلق عليها الباخرة كتومبا في ميناء عدن اليمني للتزود بالوقود فخرج منها بعض الرجال للتنزه في المدينة حيث التقى بهم رجل من فضلاء بلدة الشيخ عثمان بجوار عدن اسمه السيد عبد حسين الأدهل فما أن تعرف عليهم وعلى اسم أبيهم حتى كاد يسعق من هول الصدمة فأسرع إلى السفينة ليتأكد من صدق ما سمع فرأى شيخا تبدو من بين قسمات وجهه الغائرة مظاهر للعظمة والسمو لا تخفى على أحد وتظهر على يديه وساقيه الهزيلتين علامات لسلاسل وأغلال وكأنها نحتت في جلده نحتا فسأله السيد الأدهل عن هويته فرفع ذلك الشيخ الكبير رأسه ونظر نحوه بعينين كعيني السقر الجارح ثم أخبره بكل عزة وشموخ عن اسمه فلم يصدق السيد الأدهل نفسه بأنه أمام ذلك البطل الإسلامي الأسطوري الذي اختفى منذ ما يزيد عن عشرين عاما وما هي إلا لحظات حتى وصلت إلى القاهرة برقية سرية من ميناء عدن اليمني الأمير محمد عبد الكريم الكطابي غادر عدن على الباخرة كتنبا التوقيع الأدهل بعد ذلك وردت إلى الملك فاروق ملك مصر آنذاك في قصره بسرايا القبة هذه الرسالة جلالة مولانا الملك المعظم وردتني برقية من عدن بأنه قد مر بها الأمير محمد عبد الكريم الخطابي أمير الريف بمراكش وأسير فرنسا بجزيرة ريونيون منذ عشرين سنة وهو بطريقه لمنفاه الجديد بجنوب فرنسا وستصل به الباخرة كتنبا غدا الثلثاء للسويس وإنقاذه معلق بإشارة كريمة من جلالتكم ولا سلطة لفرنسا عليه سوى سلطة الخاطف على المخطوف التوقيع محمد علي الطاهر رئيس اللجنة الفلسطينية بمصر عندها قام الملك فاروق بمساعدة من عبد الرحمن عزام باشا أول أمين عام للجامعة العربية بتدبير خطة لتحرير الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي يجن جنون فرنسا بعدها على فقدانها الأسير الذي لطالما أذاقها الويلات والهزائم مرحبا بكم هذا جهاد الترباني يحييكم في الحلقة الرابعة من برنامج العظماء المئة والتي سنستعرض فيها قصة أسطورة المغرب الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي وقد يعجب البعض عن ورود اسم عظيم من عظماء أمة الإسلام ظهر في القرن العشرين الميلادي مباشرة بعد الحلقة الأولى التي عرضنا بها اسم العظيم الأول في أمة محمد صلى الله عليه وسلم خليفة رسول الله أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه والحقيقة أنني تعمدت هذا الترتيب لسبب سأذكره في نهاية الحلقة إن شاء الله فمن هو الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي؟ وما هي قصته؟ ولكي نصبر أغوار قصة بطلين الأسطوري نغور قليلا في التاريخ ونتحول إلى بلاد المغرب الإسلامي وبالتحديد إلى بلدة أجدير في الريف المغربي وهي المنطقة الواقعة في شمال شرق المغرب ففي سنة 1301 هجري الموافق 1883 ميلادي رزق شيخ قبيلة من قبائل الأمازيغ يدعى الشيخ عبد الكريم الخطابي مولودا أسماه تبركا على اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمدا فقرر هذا الشيخ تربية ابنه محمد تربية صالحة منذ نعومة أظافره فقام بتعليمه اللغة العربية وتحفيظه القرآن ثم أرسله إلى جمعة القرويين في مدينة فاس يتعلم هناك الحديث والفقه الإسلامي في ذلك الوقت كانت المغرب تمر بظروف صعبة للغاية فلقد أدركت الدول الاستخرابية التي يطلق عليها عن طريق الخطأ الدول الاستعمارية أدركت هذه الدول الاستخرابية أن بلاد المغرب الإسلامي تعتبر بمثابة مصنع للأبطال عبر التاريخ فمنها خرج مجاهدو دولة المرابطين إلى الأندلس ومنها أبحرت قوات دولة الموحدين إلى أوروبا وقبلها أخرجت هذه الأرض الجيوش الإسلامية إلى الأندلس فلا بد إذن من إنهاء هذا الخطر الإسلامي المستمر فعقدت تلك الدول مؤتمر الجزيرة الخضراء عام 1906 بمشاركة 12 دولة ولأول مرة في التاريخ يظهر ضمن الاتفاقيات الدولية اسم الولايات المتحدة الأمريكية لتكسر بذلك أمريكا مبدأا قطعته على نفسها بعدم التدخل الأمريكي في السياسات الدولية هذا المبدأ أسمته بمبدأ مونرو كل هذه الدول اجتمعت من أجل المغرب اجتمعت من أجل إنهاء هذا الكابوس الإسلامي المستمر إلى الأبد فكان القرار النهائي لهذا المؤتمر تقسيم بلاد المغرب الإسلامي فلم تكتفي تلك الدول بتقسيم مملكة المغرب الإسلامي فحسب بل قسمتها بطريقة خبيثة عجيبة لم تعرفها شعوب الأرض من قبل بحيث تضمن تفككها بشكل نهائي فأخذت فرنسا القسم الجنوبي من مملكة المغرب لتنفصل فيما بعد موريتانيا عن مملكة المغرب الكبرى ثم أخذت إسبانيا القسم الذي يليه من الشمال وأسمته الصحراء الغربية ثم مرة أخرى فرنسا إلى الشمال من الصحراء وهي منطقة وسط المغرب الحالي ثم إسبانيا إلى الشمال أيضا من الساحل الشمالي للمغرب وهي منطقة الريف المغربي وبين هذا وذاك احتلت ألمانيا وبريطانيا مدنا هنا وأخرى هناك وظن الجميع أنهم بذلك أنهوا الوجود الإسلامي في بلاد المغربي للأبد ولكن الشيخ عبد الكريم الخطابي وابنه محمد كان لهما رأي آخر فبدأ بتجميع القبائل المتناحرة على راية الإسلام الواحدة ومرسلة الخليفة العثماني في عاصمة الخلافة عندها قتل الأسبان الشيخ المجاهد عبد الكريم الخطابي رحمه الله فكون ابنه الأمير محمد ابن عبد الكريم الخطابي من رجال قبائل الريف المغربي جيشا من ثلاثة آلاف مقاتل فقط ليقاوم به الغزاء قبل أن يبتكر الأمير الخطاب فنا جديدا من فنون القتال العسكري كان هو أول من استخدمه في التاريخ أطلق عليه اسم حرب العصابات وقد استخدم ثور العالم بعده ذلك الفن العسكري القائم على فنون المباغة والكر والفر ولم يكتفي الخطاب بذلك بل قام أيضا بابتكار نظام آخر في المقاومة اعترف الزعيم الفيتنامي هوشي مينو أنه اقتبسه من الأمير الخطابي في قتال الفيتناميين الأمريكيين بعد ذلك بسنوات وهو نفس النظام الذي طوره رجال فلسطين في غزة بعد ذلك هذا النظام هو نظام حفر الخنادق الممتدة تحت الأرض حتى ثكنات العدو فقام بذلك البطل الإسلامي الخطابي بتلقين الجيش الإسباني درسا في فنون القتال ولما تضاعفت خسائر الإسباني في الريف الإسلامي قام ملك إسبانيا بإرسال جيش كامل من مدريد تحت قيادة صديقه الجنرال سلفستري والتقى الجمعان في معركة أنوال الخالدة اجتمع جيش إسباني منظم مكون من ستين ألف جندي مع كامل عدتهم الحربية مقابل ثلاثة آلاف مجاهد مسلم فقط يحملون معهم بنادق بدائية فانتصر ثلاثة آلاف مجاهد مغربي تحت قيادة الأسطورة الكطابية على جيش كامل من ستين ألف مقاتل إسباني فقتل المغاربة المسلمون ثمانية عشر ألفا من جيش الغزاة الأسباني وأسروا عشرات الآلاف من الغزاة الأمر الذي جعل الأسبان يسمون هذه المعركة بكارثة أنوال وبعد ذلك أسس الأمير الخطابي لأول مرة منذ الاحتلال إمارة الريف الإسلامية في شمال المغرب الإسلامي وخلال خمسة أعوام من إمارته قام الخطابي بتعليم الناس الدين الإسلامي الصحيح ثم قام بإرسال البعثات العلمية لدول العالم وتوحيد صفوف القبائل المتناحرة تحت راية الإسلام وكما هو متوقع بعد كل صحوة إسلامية اجتمعت دول الصليب مرة أخرى لكي يقاتلوا الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي ثم قامت طائرات فرنسا وإسبانيا بإلقاء الأسلحة الكيميائية والغزاة السامة على المدنيين في الوقت الذي حاصر فيه الأسطول الإنجليزي سواحل المغرب فقاتل الخطابي أمام أمم الأرض مجتمعة فلجأوا إلى أسلوب قديم حديث ستجدونه يتكرر كثيرا في طيات هذا البرنامج لقد لجأوا إلى طلب التفاوض مع الأمير وإعطائه الضمانات الموثقة على سلامة كل المسلمين وإتاحة سبول العيش الكريم لهم بكل حرية واستقلال وكعادتهم مكس الصليبيون بعهودهم فقاموا بخطف الأمير الأسطورة المجاهب وقاموا بنفيه في جزيرة في مجاهل المحيط الهندي ليس لسنة أو اثنتين بل لإحدى وعشرين سنة قضاها هذا البطل في أسر دعاة حقوق الإنسان في أسر من خرجوا للعالم بشعار الحضارة والثورة الفرنسية كل ذلك لأنه رفض أن يعيش ذليلا تحت راية الغزاء ولكن الله أبى أن يقر عيون أولئك المجرمين بالأمير محمد ليتم تحريره في قناة السويس المصرية في القصة التي ذكرناها في بداية الحلقة ليعيش الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي ما بقي من حياته في القاهرة لتصبح القاهرة محطا لثوار العالم حيث زاره الثائر الشيوعي الشهير تشيغيفارا لكي يتعلم منه دروسا في الكفاح والنضال وبغض النظر عن مدى عظمة هذا البطل المغوار فإن ذكره في مقدمة الكتاب يأتي ردا على أولئك المساكين الذين إذا طلبت منهم الاقتداء ببطولات الصحابة وتضحياتهم تحججوا بحجة واهية ألا وهي أننا لسنا في زمن الأنبياء والصحابة فكان ذكر رجل ظهر في القرن العشرين الميلادي لهو خير جواب على أولئك الذين لم يقرأوا شيئا عن تاريخ أمتهم المشرق ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه أنه سيأتي من بعدهم مؤمنون عمل الواحد فيهم كعمل خمسين صحابيا وفي السادس من شهر فبراير من عام 1963 ودعت الأمة الإسلامية البطل الذي قاوم جيوش الأرض بأسرها أسطورة المغرب الإسلامي الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي رحمه الله رحمة واسعة سأتشرف بمتابعتكم على قناتنا في اليوتيوب لكي تصلكم حلقات البرنامج أولا بأول وسأتشرف أكثر بقراءة مقترحاتكم والسفصاراتكم على صفحاتنا في اليوتيوب وفيسبوك وتويتر تابعوا معي الحلقة القادمة لكي نفهم كيف بدأت قصة الاستخراب الفرنسي في دول المغرب الإسلامي مع قصة عظيم جديد من العظماء المئة ظهر في بلاد الجزائر فغير من مجرى التاريخ كونوا في الموعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته